نشر جلالة الملك عبدالله الثاني ورقته النقاشية السابعة والتي جاءت بعنوان بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة تفاصيل الورقة النقاشية السابعة في هذا التقرير الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني حملت في طياتها دعوة ورؤية لتطوير العملية التعليمية كسبيل لنهوض الأمة إذ كتب جلالته لقد تنام في الآوينة الأخيرة نقاش محموم حول ملف التعليم لم يقتصر على أمة دون أمة ولا على قطر دون قطر ولقد أسعدني أن كان لبلادنا العربية من هذا النقاش نصيب كبير شهدنا أثاره في الأردن على شتى الصعود وعبر مختلف المؤسسات وتحت عنوان الاستثمار في مستقبل أبنائنا عماد نهضتنا كتب جلالته إنني أؤمن كل الإيمان بأن كل أردني يستحق الفرصة التي تمكنه من أن يتعلم ويبدع وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب بإيمان وإقدام واتزان لا يرى للمعرفة حدا ولا للعطاء نهاية وتحت عنوان سبيلنا لمستقبل زاهر كتب جلالته أنه لم يعد من المقبول بأي حال من الأحوال أن نسمح للتردد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم أن يهدر ما نملك من طاقات بشرية هائلة وأضاف جلالته إن قطاع التعليم هو قطاع استراتيجي ومن غير المقبول أيضاً بل من الخطير أن يتم الزج بالعملية التعليمية ومستقبل أبنائنا وبناتنا في أي مناكفات سياسية ومصالح ضيقة غير آبهين بأهمية وضرورة استمرار التطوير والإصلاح وأثره العميق على أمتنا وحاضر الأجيال ومستقبلهم وتحت عنوان رؤيتنا لأردن منارة للعلم والمعرفة كتب جلالته إننا نتطلع إلى أردن قوي يقدم لأبنائه خير تعليم يؤهلهم لأن يواجهوا تحديات الحياة لأن يقيموا أعمالاً ناجحة وأن يمارسوا حرفاً قيمة وأن ينشئوا أسراً متآلفة وأن يبنوا مجتمعاً متماسكاً إذن هي ورقة نقاشية ملكية تحمل الدعوة لتطوير العلم والمعرفة وبناء الإنسان الأردني